السلام عليكم لطالما فجأتنا شركة A24 بأفلامها عالية الجودة هذا ما يمنعش اللي هي زادة بعد ساعات تزلط تعدي أفلام ما هيش بنفس القوة وبنفس المستوى اللي تعودنا بيه والمثال هذي المرة مع فيلم متوفر على أبل تيفي بلاس ويعلن عودة جينيفر لورنس القصص بعدت عليهم شوية المدة اللخرى قصص من نوع رحلة كاملة مع شخصية وتعمق في حياتها دراسة شخصيتها من البداية للنهاية بعد ما تعرضت الأحداث بدلت لها حياتها وكانت منعرج باش نشوفوا معاها أكثر ماضيها ونغوصوا في تاريخها أي واحد يتفرش فينا جديد والأقديم ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإذا كان أعجبكم الفيديو كالعادة ما تبخلوش علينا باللايك والبرتاش اليوم ما نحكيه على فيلم كوزوي قصة الفيلم عن فتاة اسمها لينزي وأثناء خدمتها العسكرية في أفغانستان كمهندسة مختصة في الأنظمة المائية ومهمتها كانت فيما يتعلق بالسدود أثناء المهمة هذه تعرضت لتلف دماغي نتيجة انفجار الكرهبة اللي كانوا ركبين فيها على إثر ورجعت الأمريكا باش تبدأ تتعافى بشوية بشوية وتواجه في نفس الوقت ذكرياتها المؤلمة وحياتها السابقة اللي هربت منها لينزي مع البداية كانت في دار للرعاية لايه بها مراه ومرت بالعديد من المراحل الصعبة والمؤلمة في إطار برنامجها للتعافي كانت تجهنة وبيت وتعلمت تمشي مرة أخرى وتستخدم ذكرتها لينوصلت للمرحلة حاس تروحها تحب تروح لدارهم بعد ما حاس تروحها تحسنت ترايف نعيش وقصة طفلة تستعيد قدراتها تستعيد روحها بشوية بشوية وترجع لحياتها الطبيعية وحدة وحدة وباش نتابعوا تغير في شخصيتها من إنسانة كانت قبل الواقع اللي صارت لها تضحك أكثر الإنسانة جدية حتى نوصله في الآخر للتغير الكبير اللي صار لها الفيلم يحكي عن أهمية العائلة وبناء الإنسان والأجواء اللي خاصة إن كانت أجواء مهاش صحية يمكن تخلق مشاكل خاصة كيف تساهم طريقة تعامل البو واللم في خلق فرقات ومسافات مبيناتهم ومبين ولادهم يكبروا عليهم ويكرهوا البلاسة اللي تربعوا فيها طريقة سرد الأحداث بطيئة برشة وبطريقة غير مباشرة وما تعطيكش التفاصيل لكل من لول التفاصيل تكتشفهم بشوية بشوية في وسط الفيلم لكن هذا فيلم مدت وساعة ونص إذا كان جاء فيلم مدت وساعتين ولا أكثر نقول لك أوكي نقول لك معقول تجم تخو راحتك وتبني بشوية بشوية أما ساعة ونص بالبطء هكا توصلت حاسيت بالملل في وسط الفيلم رغم اللي لي هو قصير أصلا الطريقة هذي أثرت على الفيلم لينو وصلنا للنهاية وأنا أصلا حاسس له الفيلم ناقص حاسهم الزلمة وفاش والله تصدمت كيف ظلمت الكران تقوش عليها تفرشت في حاجة ناقصة تقوش عليه واحد جاء قص عليك الفيلم ولا تقوش عليه وفاف الوسط الفيلم ببساطة عسلا ما إيجا نحكيه شوية وبعلي كاكاو سلام التمطيد كان كبير لو استغلناه في بناء الشخصيات لكان خير يقاع الفيلم ما كانش باهي خاصة في اللحظات الحساسة اللي لازمنا نتأثروا فيهم فما حاجات ما ناش متعلقين بيهم تترماننا هكاكا والمطلوب مننا أنه نتعلقوا بيهم ما وصلونيش لكن في نفس الوقت فما إيجابيات كيف الموسيقى قالي صحيح ما كانتش مستعملة برشا في الفيلم لكن في لحظات وجودها كانت متميزة ويمكن الوحيدة قالي حيات بعض المشاهد وعطاتهم بعد آخر وخلتنا نتعلقوا نوعا ما ونحسوا بمعاناة لينزي خطر الموسيقى كانت تقوش عليها تبكي وتوصف مأساة شخصيتنا أغلب فترات الفيلم كانت صمت رهيب وحوار والموسيقى كانت مستعملة شوية أما كيف تتكلم تخلي بصمتها وتولي تقوش عليك تتفرش في فيلم آخر وتحس بقوش عريرة في حظورها بالنسبة للمونتاج كان جيد نوعا ما التمثير كان متميز من جينيفر لورنس وبراين تيريون ري نتصور علي ملخص الفيلم هذا انو عنا زوز ممثلين اللي ذكرتهم مقبيلة قادرين بش يوصلوا التعابير لكن القاور ورواحهم في بيئها ما عاونتهمش وما تسمح لهمش بش يوصلوا قدراتهم وهذا اللي خلى جهدهم يمشي في الماء وانتو كان الفيلم ماهوش طويل مكش مش تخسر حت شي لو عملت عليه طلة فما مشاكل صحيح اما فما زادوا شوية ايجابيات باش نتعمق طوى في شوية حاجات تحب تكمل تتفرج كمل تحب تعمل طلع الفيلم وبعد ترجع على كيفك هو دجاء الفيلم ما فيما يتحرق انا لم أكن اعتقدت ان اتعادوا هنا تنجد عدد من هذا الناس ليس الناس ليس الناس ليس الناس انا الناس الذي اقومتها تفاصيل الاصابة متاع لينزي عرفناهم من خلال حوارها مع طبيبها واللي من البداية كانت تهم في روحها انها لباس وحبت ترجع تيقف على سقيها فيسع وخاصة تتخلص من الدواء اللي كان مسبلها برشا قلق فكانت تضغط على طبيبها باش يصحلها على ورقة عودتها للخدمة العسكرية في اقرب وقت الحاجة الوحيدة اللي حاطتها هدف لها واي حاجة اخرى باش تعملها بالنسبة لها باش تكون وقتية حتى الحاجة اللي اخذتها شدين يد كانت عندها علاقة صغيرة ونقطة تشابه مع اختصاصها الانظمة المائية وان اختارت تتنظف البيسينات ورفضت عروض خير وارتح كيف الخدمة اللي جابتها لها امها عندها امل انها باش تتمكن ترجع لخدمتها وما عندهاش استعداد باش تعمل اي حاجة اخرى غير هذا وفي وسط هذا تتعرف على جيمس ويوليوا اصحاب بترايف بترايف اللي كانوا يمتلكوا نقاط تشابه مبناتهم نقاط مشتركة هي عندها برين دامج هو خسر ساقه في اكسيدون صار نكتشفهم بعض اللي هو كان متسبب فيه بعد ما شرب اضافة انه تسبب في موت ولد اخته اللي وافقه باش يقعد معاه القدام اخته كانت صاحبة لينزي ومن الوقت هيكا ما عادش عايش معاه فردار وقعد وحده هذا اللي خلاه يلوج فش كون يونسو على عكس لينزي اللي كانت تحب تعيش وحدها البرايفيسي متاحها مقدسة البقاء في البيئة اللي كانت عايشة فيها كانت حاجة خايبة عندها دارهم بالنسبة لها كانت مكان مظلم والمتنفس الوحيد عندها انها تهرب وهي الوحيدة اللي خرجت منها لباس خطر اخوها كان مدمن عدراجس ويعدي في بقي تحياته في الحبس ومبلوس ما كانش يحكي وكانت تحبه برشا باي ذوي مشهدها مع اخوها في الحبس كانت احسن لحظة لية في الفيلم اخوها كان يعنيها الكثير وكانت ديما تحكي عليه وعلى مشاعرها تجاهه لدرجة انه جيمس في بالو بيه مات من كثرة ما اتغنت بيه وحكيت على البلاصة اللي خلاها اعملت في العملية العملية الانجينيرس الان احتاج لهم لتحكي لي لأي اخرج انت تحب تبعد من البلاصة هذي تخنقت منها وتستنى بالدقيقة والدرج وقتها تهرب الخدمتها اللي كانت وسيلة هروب من بيئة عاشت فيها تعتبرها غير صحية ويمكن امها ما تسبت في هروبها نوعا ما امها قالي وقتها الكل ماياش مخصدت لولادها عندها امور اخرى ديما مخليتها ديما بعيدة اصلا ديما نشوفه جملة اريو طاهرة تتعاود في حواراتها وكأنها تحب تتملص من بنتها تخوش عليها تبعد فيها وتحب تلقى اكسي كيوزز وتمشي تشوف امورها نفس الجملة قالتها الولدها زادا لما لنسي كانت تحكي في قصة اخوها الجيمس امها كل مرة تطيح من عينها وتجبت بيها رغم وعدها بحاجات كيف لما وعدتها بيش توصلها للطبيب بعد ما جاد شو وصلها جيمس الانفصال في العائلة هذي والبعد ما بيناتهم وعدم اهتمام الام بحاجات لازمها تخصلهم وقت ومسئولية تحتى من ولدها عمرها لطلت عليه في الحبس وما قتلوش وقت اصلا شخليها الحبس بالنسبة ليه كان خير من برة وارحم وخير من انه يرجع للدار وهذا ستيل دو فيه بصفة عامة متاع العائلة الغربية ونتيجه اضافة للروتين اللي خلى لينزي تحب تخرج من الاجواء هذي لنوصله للمواجهة اللي صارت ما بيناتها هي وجيمس في مشهد حواري تمثيلي كان رائع المواجهة هذي كانت نقطة تحول في شخصية لينزي ونواجهها جيمس بحقيقة وبحاجة يمكن ما كانتش فيقة بيها يمكن انها تلعب في دور الضحية وتخلق في اسباب وهذا خاطرها كانت تتحب الوحدة وان الناس الكل تقوش عليهم تخلاوا عليها وخلاوها تلتجق للوحدة هذا اللي خلاها تبدر راهي في اخر الفيلم وتتخلى عن فكرة مغادرتها وقتيا بعد ما تيقنت قلي الانسان ما يجمش يعيش وحده مهما كانت الظروف وانه يحتاج الصديق اسم الفيلم كان كوزوي هو اسم الجسر اللي صار فيه اكسيدون جيمس وفي نفس الوقت جيمس كان هو الجسر اللي بدل نظرة لينزي الامور رسالة الفيلم لكلنا نحب ونهربوا من حاجات نحب ونمشيوا ونرتاحوا يمكن زيادة قد ما نهربوا في اللخر لازمنا نواجهوا ونبطلوا ونهربوا لينزي تقرر انها تعيش مع جيمس حاليا تكون ما بين العباد بعد ما عدت فترة طويلة وخايبة وحدها الفيلم بتريف بتريف يرجحها لحياتها العادية ويورينا صعوبة انها ترجع ويعالش في نفس الوقت حاجات من ماضيها نسبيا لكن رغم هذا ما نجحش الفيلم بش يقنعني بالتحول هذا نهاية ما عش بتنيش تهي من بداية الفيلم تحب ترجع لخدمتها الاصلية وكل سيكونس نشوف اسرارها يزيد ويزيد اكثر وبعد تغير راية في لحظة بعد حوار عملته في اللخر مع جيمس وم بلوس قاعدين نشوفه في حاجات ابنينهم من لول على اساس يكونوا عندهم علاقة بهدفها الوحيد اللي حاطته قدامها وتصبر في روحها وتستنى في تصعيحة الطبيب وعملتهم الكل اصلا الطبيب ما صحح الا بالسيف وهو خايف عليها بعد هذا الكل جي تقول راني بش نقاط اتليست في الوقت الحالي فهذا ريته غير منطقي باي ولي شفته هذا الكل اي وم بعد شنية الحاجات اللي خرجت بيها نقوش عليها شفت عبد متعدي وكهو شفت جزء من الرحلة وفجأة تنت وقفت الرحلة ما فهميش اثر خليه الفيلم فيها اللي يفتقد للمشاعر بصفة اكثر خاصة طريقة توظيفها يفتقد للروح نحس روحي ديسكونكتد مانيش متصل الفيلم كان ينجم يكون خير من هكا ببرشة لو استغلينا الفرص اللي اتيحت ولو استغلينا القدرات التمثيلية لجينيفر لورنز وبراين تيري انري اللي تم اهدار طاقتهم في الفيلم من الاسف دون استغلالها بالطريقة المناسبة يا انسان رك عندك ممثلة بقيمة جينيفر لورنز كيفية ما تجمش تخرج منها اكثر ما يمكن وتوظفوا بطريقة صحيحة كيفية ما تستغلش هذا كان بالامكان افضل مما كان تقييميلي فيلم كوزواي هو ستة من عشرة شاركونا رايكم في الكومنتارات شنو اريكم في الفيلم هل جينيفر لورنز اخطأت الاختيار وهالحاجات كيف من هكا تجم تقدم بالA24 ولا بيش ترجحها بالتوالي ما تبخلوش علينا باللاهي بالسبسكرايب باللايك بالبرتاج على غالب الفترة الاخرة كنت غايب وهذا يعود طبعا للحدث الكبير اللي ساير المونديال خاصة انه بيش يكون اخر كوب ديوموند القامات الكبيرة والجيل تربيت عليه وعشت عليه وكان من اقوى الاجيل في نظري ان شاء الله بيش نرجعوا واحدة واحدة ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد سلام موسيقى